السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وكهربا يرفض مكلمة مسئولي بيرامدز كواليس جلسة مسئولي الزمالك مع جناح الاهلي عصيان محترب بيرامدز الاهلي ينهي التوقيع مع بديل معلول واللاعب يرفض ملايين الزمالك استأذنك يا صديق العزيز مسلاش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجراشان وصلاة كل جديد وتعمل فرق صفحة الفيسبوك شانتابع الاخبار الحصرية اول باول طبعا ناس كتيرا مبارح تفرجوا على ماتش الاهلي وبردية المحلة اللي انتهى في فوز الاهلي خمسة واحد يمكن مع الرقفة وتقلق بقى معظم لعب الاهلي وبذات الصفقات الجديدة وسام علي ريدا سليم ما شاء الله امام عشور مودست كل الناس تقريبا كانوا متقلقين في مبارات امس ويمكن عايز اطمن برضو جمهور الاهلي على قصمة محمد عبد المنعم هارع منع مسارته بسيطة جدا وسليم وجاهز لمبارات يانج افريكانز بإذن الله نتمنى طبعا السلامة لكل المصابين والمصابين في الدوري كلهم يعني مش تقول الاهلي بس تتكلم ان اللعيبة المصابة كلها في الدوري يا رب ترجع سليمة بإذن الله المهم عشان كل ده في الاخر لمصلحة منتخب مصر ما هو اكيد لما يكون اللعيبة كلها سليمة المدير الفن الكابتن حسام حسن هيبقى عنده اختيارات كتيرة لكن لقدر الله مثلا عن منع المصاب طبعا منع المصابة هيبقى عنده مشكلة الاهلي يبقى عنده مشكلة والمنتخب عنده مشكلة طيب مش عارف زيزو مصاب الزمالك عنده مشكلة وايضا المنتخب عنده مشكلة والمفروض برضه طال من جمهور الزمالك ان يعني كلام قوي قوي ان ان شاء الله ان شاء الله سيكون جاهز قبل مبارات تبقى ان شاء الله المهم كلنا شفنا مبارح هلمطش وشفنا كهرباء كان عاد في المدرجات وكان مستبعد من القيمة الناس ما كانتش عارفة سبب الاستبعاد ايه اللي قاله علشان ظروف شخصية اللي قاله اخناء مع كولر اللي قاله ومش عارف اصابة لا هو يا جماعة كان استبعاد فني عادي جدا وكولر قال الموضوع ده وانا عارف انتم عارفين بس بأكد لكم المعلومة وكولر قال الموضوع ده وقال ان يعني هو عن ثلاث مهاجمين على ان هو يختار اتنين منهم فكان اختياره وسام ابو علي ومودست وكان كهرباء هو الدك طب هل معنى كده ان خلاص كولر مش هتمل على كهرباء في المبارات القادمة لا خلاص كولر عنده سياسة تدوير بيحبها جدا والاحسن هو اللي بيلعب واللي هيفيده اكتر هو اللي بيلعب بل بالعكس انا شاف ان في لقاء القمة كهرباء هيكون عنصر اساسي لو ما كانش بيلعب هو المهاجب الاساسي هيكون احتياطي وهينزل ان هو كهرباء وكودر كمان بالذات عارف ان في بعض اللاعبين في الاهلي عارفين ازاي يتعاملوا في مبارات الديربي ومبارات الاهلي والزمالك مبارات القمة بالتحديد فالمهم عشان برضو ندخل في الموضوع طولت عليك طبعا اكيد وده الطبيعي للأسف دلوقتي ان فكرة القدم في العالم كله ومش في الدور المصري او في اي دور تاني لا ده في العالم كله حصل الصفار لا ده هبة ده كهرباء ماشي لا ده كهرباء تخناق مع مSTR مع كولر لا ده كهرباء خلاص قاعد مع مسئولي بيرامدز ومضى العقد ده كهرباء يريد أن تبلغ عز زمالك ده كهرباء يحترف ولا اي حاجة من الحاجات يا جماعة ولا كهرباء قاعد مع مسئولي بيرامدز ولا رفض ان هو يكلمهم ولا راح في حتة ولا جمن حتة والراجل موجودة متمسك عقده مع النادي الاهلي ومتمسك بالنادي الاهلي لغاية اخر يعني لحظة اللي هو اللي يستغنى عنه ولكن المؤشرات معظمها بتقول ان الاهلي ممكن يستغنى عن كهرباء في الصيف في حالة استمرار مودست ووسام أبو علي وحتى لو مودست ما استمرش ووسام أبو علي بس هو اللي استمر الاهلي ناوي يتعقد مع محمد كناتي طبعا مهاجم ملوش حل لو جي هيقعد اي حد دكة فساعدتها كهرباء مش هيبقى له مكان ولكن كهرباء مش هيمشي من نفسه من النادي الاهلي غير لو الاهلي هو اللي قال له احنا مش هايزينك ولكن كهرباء موجود في الاهلي مفيش اي مشاكل بينه وبن كولر مفيش اي اصابات ومفيش حتى اي اه تواصل او جلسات سرية حصلت ما بينه وبين مسؤولي نادي بيرامدز اي بقول لك شان انت العناوين دي انا عارف انت بتقراها كتير فعشان لو قاردها ما يعني تبقى عارف الصح يعني من القصة دي المهم بيقول لك كواليس جلسة مسؤولي الزمالك مع جناح الاهلي ما اي نفس القصة جمع الناس شافت طهر محمد طهر فقال لك اه طهر محمد طهر بيعيط ايوة كده ده وقت مسؤولي الزمالك ان هم يدخلوا وياخدوا طهر محمد طهر واكيد حصل جلسة ما بينهم في فندق هو مسؤولي الزمالك وطهر محمد طهر واكيد وقع العقود زي ما حصل ساعة حوار عبدالقادر افتكر لما قال لك ده هيحترف خلاص ماشي كده كده احنا عادر مفروض خلاص بنسبة كبيرة جدا انت كانت قرب تسعين في المية فهيرحى في نهاية الموسم دوريات الاوروبية اعتقد اقربهم الدوري الروسي لو انا فاكر صح فقعد يقول لك لها ده عبدالقادر مضى في الزمالك لها ده عبدالقادر جه الزمالك ده قاعد مع حسين لبيب ده هياخد تشيرت مش عارف رقم كام واللعابة زعلانين ولا اي حاجة من دي حصلت ولكن بس في ناس بتنتظر ان يحصل لقطة بس كده ويطلع يحور ويجذب عليك ويصدق الكتب وخليك تصدقها يعني اطلع مسلا يقول لك عبدالقادر اقعد مع حسين لبيب في جلسه سرية نحن عندي المعلومة دي ومش عد حد تاني خد بالك تعال بس اقول لك وش عد حد تاني المعلومة دي يقول لك عبدالقادر اقعد مع حسين لبيب في جلسه سرية وماضر الزمالك belongs meta و sự يعلم عن الصفقة مش عارف في كذا وحتى بالامارة كان دا üç obstacle عربية كذا وخرج اثناشر تلاته واربعين دي او كان معا وكيل اعماله كل ده رزع ولا اي حاجة من دي بتحصل ولا اي حاجة من دي حصلت فولا طهر قعد مع حد ولا عبدالقادر قعد مع حد ولا اي حاجة جمع مهم يعني يعني فتس ميلي المحترف الموجود في صفوف نادي بيرامدز ومهاجم بيرامدز طبعا راجل متضايق جدا بسبب مستحقاته والغاية دلوقتي رسا ما اخدهاش ويمكن حصل من احد الصحفيين تواصل مع وكيل اعماله او وكيلة اعماله لا عفوا انا وكيل اعماله قال له موضوع مستحقات بيرامدز اخدتها ولا اقال له ارفض التعليق معنا كان انا ما اخدهاش يعني لو اخدهاش يقول له اه طبعا خدناها يا عم كيلة بتقوله ده لو ما اخدهاش قال له ارفض التعليق ففتس ميلي بيقولك انا لو ما اخدش مستحقاتي انا منطل بساطة ارفع عضية في الفيفا واسيب بيرامدز وهمش ويعرف اكيه حق كويس فبيرامدز عنده مشكلة في السيولة ان هو يوفر لفتس ميلي فلوسه واحد يقول لي انا بيرامدز عنده مشكلة في السيولة اقول لك دي المعلومات الموجودة ودي الحاجات او الاخبار اللي قدروا الصحفيين يجيبوها ويتواصلوا مع الوكيل افتكرت الصحفي اللي تواصل مع وكيل اعمال فيتس ميلي هو حامد وجدي متميز جدا ربنا رب يوفقه راجل محترم اهل يوني التوقع مع مديل معلول واللعب يرفض مليون الزمالك طبعا محمد شكري باكلي واحمد القندوسي القندوسي خلاص يا جماعة راجع الاهلي الموسم اللي جاي وكولر عايز القندوسي يرجع من الاعارة على الاهلي على طول مش عايزه يكمل هو مقتنع به تماما خلاص بعد ما راح اعارة وكان متقلق جدا مع سراميك الو بطرا ولكن في نهاية الموسم وايضا الباكليفت سراميك الو بطرا محمد شكري اللي الاهلي كان حاطت بند تفعيل شراء تسعة مليون جنيه فقط الاهلي خلاص هيفعل بند شراء محمد شكري ويدفع تسعة مليون جنيه لسراميك الو بطرا وهيجي النادي الاهلي وهيكون هو بديل معلول والاهلي ما تحركش في الخطوة دي بزيادة غير لمعرفة ان الزمالك عارض علشان يجيب محمد شكري يبقى باكليفتر الزمالك عارض خمسة وتلاتين مليون جنيه عشان يشتري اللعب واصلا تبند تفعيل الشراء اللي الاهلي حطوا في الشرط بتاعه مع سراميك الو بطرا تسعة مليون جنيه فقال له خلاص يا عم اتفحه وما اجيب اللعب عايز ابيع ابيعه عايز ابقى باديل معلولة لكن هو متميز جدا 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 ومن افضل الباكات في دور المصري حاليا دي كده كل اخبارنا النهاردة منساش تصديقي تعمل لايك للفيديو وشارك للفيديو في كل مكان شارك بقناتي اليوتيوب وتفعل الجرشان وصولك كل جديد لشتعرف كل الاخبار الحصرية شوفك ان شاء الله على خير السلام عليكم